أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين مرة أخرى كريم وسابت مع حضراتكم على الشاشة اشرحوننا كيف يلعب فريق غزل المحلة في مباراة بكرة وهل هي بالفعل مباراة صعبة أم لا؟ طيب إحنا بسيما قسمنا الحالات اللي معانا النهاردة أنا حابة أتكلم على حالتين في مباراة الأهل والزمالك وبعيدا تماما تماما عن تقييم الجهاز الفني أنا فوجة نظر شخصيا الكابتن سامي أمسان في تجربته الحالية لا يخضع للتقييم لأنه بصراحة هو بيسير الأعمال وفعلا رجل شجاع جدا جدا أنه يقبل المسئولية في التوقيت ده في توقيت صعب أنا لا عايز أتكلم عليه بعض القرارات الفردية للاعبي النادي الأهلي في بعض المواقف في المباراة واللي أنا بشوف أنه إحنا إلى حد ما هجوميا عندنا بعض الفردية بعيدا عن الجماعية المطوبة واللي اشتهر بيها النادي الأهلي في أفضل فتراته سواء مع مانجوزي أو سواء مع فيلل أو حتى سواء مع بيتسو موسيماني نفسها دي حالة من الشوت الأول كانت ضربة ركنية ووضح جدا أنه كان عندنا تاكتك لما نقف هنا هون هنلاقي أن أفشة أول ملاعب التمريرة لأحمد عبدالقادر كان واضحا فيه تاكتك أنه لازم أحمد عبدالقادر يدي الكورة مرة أخرى وبيشاور له ووضح جدا ما بيشاور له وبيقول له إدي الكورة العالم معلول لأن التاكتك ببساطة أن أفشة يطلع ويأخذ معها لعيبة نادي الزمالك الكورة ترجع لعالم معلول يكسر ملات تسلل ويلعب الكورة العرضية لهذا كان من المهاجمين في النادي الأهلي عبدالقادر ما عملش كده ويبص على الناحة التانية ولعب بص عادي جدا تماما ليه محمد هاني اللي كان واقف فيه عمق الملعب وملاقاش قدامه غير إن هو يسدد التزديدة دي التزديدة فدتنا وراحت لأفشة اللي جاء لانفراط الكورة التانية لعبدالقادر نسطوب هنا هنا عبدالقادر كان عنده خيارين الخيار الأول إن هو السهل جدا جدا إن يلعب التمريرة مرة أخرى لعالم معلول عشان علم معلول يلعب الكورة عرضية على الأرض لأي حد يخش يجب يجوه أو نسبة إحراز الهدف من الطريقة دي أعلى بكتير من القرار التاني اللي عبدالقادر خد وهو إن هو يعمل نروغة ويشود ويستخدم الحل الفردي وبالضبط هو ده اللي حصل وعشان كده شفنا الاعتراض من عالم معلول للمرة التانية ده لقطة ولعبة بتورينا قد إيه إن إحنا محتاجين نفكر في الحل الجماعي أكتر من الحل الفردي الحالة التانية اللي معايا في الشوت التاني بعد ما كانت السامي أمصان أبس من لعبها بس هقول حاجة كانت السامي أمصان في نهاية الشوت الأول كان عندنا أزمة في مركز الجناحة الأيمن وإن بيرسي تاو بعد مرور خمس دقايق قرر من نفسه إنه يفضل يلعب داخل الملعب وفضلنا نلعب على الطرف الأيمن بمحمد هاني فقط صعب بيطير صعب ما بيطيرش بس الحل تديك أتفاضي طول الملعب في شوت التاني الكابتن سامي أمصان ننزل حسين الشحات وبدأنا نعمل استراتش للملعب جد الفرصة دي لفوجة تنظر لوحدة ويعني فرصة جدا 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 تعمل منها هاجبة حلوة عمر السلية بيلعب تمريره ولا أروع ليه مجدي أفشة وهو واقف في مكان ممتاز جدا 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 وبيستغل فيه عدم رجوع عزيزه على الجابهة كان متأخر جدا هنا ننسطب نشوف إن اللعبة تلات لعبة من نادي الأهلي على مدافع واحد وهو عبدالله جمعة وكان ممكن يتعامل فيها تفريغ للمساحة على الجابهة اليوبنة سواء لحسين الشحات أو حتى الكوة تروح لحسين الشحات ومحمد هاني يعمل أوفرلاب فيخش لمنطق الجزاء نادي الزمالك بسهولة جدا لو قررنا نلعب جماعي ولكن للأسف برضو أفشة ما اختارش الاختيار ده ويختار الاختيار الآخر الفردي لعبتين دول دول اللي أنا حايا بتكلم عليه من النهاردة عشان واضح إن إحنا نسبت تركيزنا في الحل الفردي في التلت الأمامي قدام أي منافس بقى له يعني بنبديه على اللعب الجماعي وده أسلوب أتمنى إن اللعبة نفسها تاخد قرار لأنا هبدأ ألعب وبص لازم تبقى عناية بصة على زمالي في الملعب لازم عناية بصة على الحل الجماعي قبل الحل الفردي الحل الفردي ألجأ له في حالة واحدة إن فعلا ما عنديش غيره وبالتالي أعتقد لو إحنا قدرنا نحس النقطة دي دي نقطة من النقطة اللي إن شاء الله بإذن الله الجهاز الفني الجديد يقدر يشتغل عليها لإن إحنا فعلا بقالنا فترة فعلا ما عندناش تطوير لأداءنا الجماعي الهجوم غزل المحلة وتشكيل غزل المحلة غزل المحلة بيلعبوا بطريقة نستعرض تشكيل غزل المحلة مع بعض فضل أول حاجة لو نستعرض بس التشكيل في حراسة المرمى عمر شعبان هما بيلعبوا بيلة أربعة تلاتة تلاتة قدامنا التشكيل على الشاشة عمر شعبان لاتنين المساكين محمد فتح الله ومعازل حناوي الباك ليفت مصطفى العش والباك رايت يحيى حامد الاتنين الارتكاز حميد ماو وأشرف سيد وإبراهيم أكونيه بيغطي هو كمان بيبقى ارتكاز ثالث معه من ناحية اليمين وأشرف سيد هو اللي بيروح ناحية الشمال وحميد ماو هو اللي بيبقى في العمر فبتبقى أربعة تلاتة تلاتة التلاتة اللي قدام وليد مصطفى وده ناشئ الأهل المعار لغزل المحلة وهشام عادل الشهير ببلحة ناحية الشمال وعبد يحيى أخطر لعب في غزل المحلة المهاجم وراس الحربة ده بنسبة 99% ده هيبقى تشكيل غزل المحلة بكرة الأربعة تلاتة تلاتة هو ده نفس تشكيلهم تعال نتفرج على الحالات ونخش نشوف التلاتة الارتكاز بتاعهم مستعرض أول حالة هنلاقي ده شكل التلاتة الارتكازة هي على الوراء أربعة تلاتة واحد لكن في الحقيقة في الملعب حميد ماو هو اللي بيبقى مغطي العمر كوني هو اللي بيبقى ناحية اليمين وأشرف سيد هو اللي بيبقى ناحية الشمال نكمل نجيب الحالة بعدها برضو هنلاقي نفس الشكل التلاتة الارتكاز بتوع غزل المحلة حميد ماو وكوني وأشرف سيد تعال نتكلم بقى ونشوف أهم لعبة والتاكتك الهجومي والتنظيم الهجومي والخطير بكرة أهم حاجة تحركات عبد يحيى عبد يحيى هو الراس حربة على الوراء ولكن هو دائم التحرك ناحية الطرف الأيمن في المساحات اللي بتبقى مثلا خلف الزهير الأيصر عند النادي الأهلي دائمًا بيبقى ناحية اليمين ارجع الصورة اللي قبلها كده هتلاقي هو راس حربة ولكن هو بص هو متحرك فينا عشان يفضل مساحة في العمق المين اللي دائمًا بيبقى قطع للعمق هشام عادل اللي هو رقم سبعة بلحة اللي هو ناحية عبد يحيى بيبقى ناحية اليمين وهشام عادل هو اللي بيبقى جوه قطع في العمق الصورة اللي بعدها نفس الشكل عبد يحيى دائمًا بيتحرك إذن لازم نخلي بالنا أنه هو دايماً بيسقط لتحت عشان يفضل مساحات في ظهر المدافعين اللي هون مثلاً نفترض ياسر إبراهيم أو رامي ربيعة أو بدري بنون أي حد في ظهرهم هو بيسحب المدافعين معه نفس الشكل برضو بتحرك دايماً ناحية اليمين عشان يعمل العرضيات وهنا فيه انتشار وكسافة عددية جوه كله بقى إيه المساحة بيستغل المساحة اللي فضاها عبد يحيا مهاجم غزل المحلة هنا برضو التنظيم الهجومي بتاعهم والشكل رقم 8 اللي هو أشرف سيد اللي معاك كورة بيلعبها المين ليه لعيب الأهل المعار اللي هو وليد مصطفى لعيب كواس جداً اللعيب الصغير اللي هو المعار من نادي الأهل لنادي المحلة واحد من المعارين الممتازين هنا بيحصل سويتشات وتبادل الأدوار ما بينهم برضو بتتبازى أو بتتمرن في العمق ليه عبد يحيا اللي هو مهاجم غزل المحلة في العمق إذن لازم نخلي بالنا من تحركات عبد يحيا بك مهم جداً جداً لأنه مهاجم قوي لو برضو معنا أرقامه لو نستعرض أرقامه في الدوري هنلاقي أنه هو أهم لعب السنة دي في غزل المحلة هو محمد فتح الله كماتشو المساك دول الاتنين الأعلى تقييم في غزل المحلة قدامنا الأرقام على الشاشة هم سجل خمس أهداف هداف الفرقة منهم أربعة بالقدم اليومنا وواحد بالراس الأكثر أسست مساهم في هدفين صانع 19 فرصة عامل 223 تمريرها صحيحة ليه 13 محاولة صح ومروغاته النكحة 13 دليل برضو أنه كورته حلوة على الأرض ومهاجم كويس مميز على الأرض تعالى نتكلم بقى على برضو ده أنا دي كورة كانت ميتة اللي هي اللعبة ميتة خالص مع أمبي قدر أنه يحييها وكمل الصور قدر أنه يضغط عليهم ويحصل على ركل الجزاء من اللعبة ميتة خالص دليل على قوة برضو قوته البدنية والسرعات اللي بيمتلكها مهاجم مميز بصراحة يعتبر عبد يحيي وهشام عادل أهم اتنين على المستوى الهجومي ومعهم وليد مصطفى ناشي الأهلي المعار الأهلي بكرة عنده مشكلة الأهلي بصراحة في الفترة الأخيرة مشكلته بدنية أنا شايف أن الأهلي مشكلته بدنية أكتر من فنية بدنية إزاي؟ أن أنت مسماني في الفترة الأخيرة مدرب الأحمال قلة التدريب الحاجات دي كلها قدت إلى أن إحنا شايفين أنا شايف أن دي الأهلي كان يقدر يكسب الزمالك فنياً كنا نقدر نخلص الشرط الأول ولكن واضح أن في مشكلة بدنية فأنت إزاي تقدر كابتن سامي ومصان هنا إزاي يقدر يتعامل خاصة أن أنا حالعب كل 3 يام ماتش لازم يحصل روتيشن لازم ألعب ودعم ببعض الشباب ده أحمد نبيل كوكا لازم يكون لي دور مهم جداً بكرة لازم أحمد دميل كوكا وعمر السلاية لازم أحمد نبيل كوكا خاصة أن أنا حتى لما حمدي فتحي خرج الزمالك قدر أنه يجيب جنان كان لازم تواجد أحمد نبيل كوكا في الحتة دي لو استعرضنا تشكيل النادي الأهلي بكرة اللي هو قد يكون متوقع آه تشكيل الأفضل يعني من وجهة نظري أن نبدأ بكرة عادي بتريقتنا أنتبقين عليك نسيت يا أحمد والله أنبقين عليك نسيت المتوقع التشكيل متوقع من وجهة نظر أحمد سابت آه يعني متوقع مش من وجهة نظر الفرق أو يعني كابتن سامي لا من وجهة نظر أحمد سابت أنا أعتقد أن كابتن سامي هيعمل روتيشة لكن من وجهة نظري التشكيل الأفضل نجيب بس البيرو هنلاقي أن الأربعة اللي وراء من وجهة نظر محمد الشناوي نديله الثقة برضو محتاج أنه يستعيد إن شاء الله مستوى في الفترة الجاية محمد الشناوي يعتبر حارس مصر الأول الاثنين المساكين طبعا بعد غياب أيمن أشرف وعدم تواجد محمد عبد المنعم أعتقد أن ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ياسر إبراهيم ورامي ربيعة اثنين مساكين أو حتى هاتل تشكيلة اللي معنا صورة يعني فيكسل الباكرايت أعتقد أن كريم فؤاد محتاج ياخد فرصة في الفترة الجاية كريم فؤاد لعيب روتيشن كذلك برضو الباكليفت محمد أشرف غياب علي معلول أنا شايف أن تواجد واحد زي محمد أشرف فكناشئ مهم مش معا مش مش تقليل من محمود وحيد ولكن إحنا محتاجين كل اللعيبة في الفترة دي لازم اللعيبة في الفترة دي قدي قدامنا التشكيل اللي أنا بشوفه من قدي يكون الأفضل من وجهة نظري الاربعة اتنين تلاتة واحد محمد أشرف نحية الشمال وقدام كريم فؤاد محمد أشرف ليه مش محمود وحيد أنت عندك برضو معلول هيغيب عشر تيام فأنت محتاج ودخل بعد ثلاث تيام ماتش بيرامدز فأنت لازم تبقى عندك كذا لعيب جاهز بقى خلاص يعني لازم تجاهز لازم تدي لعيب زي ده جعان كورة محمد أشرف ده ولعيب موهوب أديله أكسب لعيب زي ده عندك أحمد نبيل كوكا لارتجاز واحد من المكاسب في المباراة الأخيرة قبله مباراة الزمالك وبيعملك مدور مهم جدا في عملية تحضير الهجمة عمر السلية ودور الخبرة بقى بكرة لازم والتمريرات الطولية بتاعه والتكملة ده مهم جدا لازم كذلك وليد سليمان أنا شايف أن أفشة في الفترة الأخيرة نوعا ما ببطأ الرتم شوية من وجهة نظري فعشان كده أنا شايف أن وليد سليمان تواجده مهم وليد سليمان فترة وأفشة فترة أنا محتاج كل اللعيبة في الفترة دي ولازم اللعيبة تعتبر المباراة دي كقوس المباراة دي لا تقبل القسمة على اثنين احنا خسرنا الدورة السنة اللي فاتت بسبب المباراة دي لازم المباراة دي لا تقبل القسمة على اثنين نكمل بقية التشكيلة نحي تليمين طاهر محمد طاهر لعيف سريع وقوي بدنيا يقدر يديك في الحتة دي صلاح محصن لما نزل مباراة الزمالك في الشرط التاني قدر أنه يسجل أعتقد بسبب غياب حسين الشحات وأحمد عبدالقادر فأعتقد أن طاهر وصلاح محصن توجدهم مهم قدام رأس حربة محمد شريف التشكيل بس آخر نقطة أتكلم فيها أن أنا عامل روتيشن بس لازم روتيشن برضو أنت محافظ على بعض اللعيبة الأساسية يعني أنا الشناوي أساسي رامي ربيعة ياسر إبراهيم عمر السلية طاهر محمد طاهر محمد شريف كله وكريم فؤاد أنت بس طعامت بعض الشباب اللي أنت هتديهم فرصة يعني عملت خليط ما بين الاتنين عشان برضو تحافظ على قوام الفرقة أو تقدر أن أنت تحصل على الثلاث نقطة كريم ما زلت يا كبت اسلام أنا أؤمن على المستوى الشخص أن الفترة الحالية من الموسم وحتى من فترة قبل كده شوية كبت محتاجة أن نحن نسبة على ثلاثة أربعة ثلاثة لأنها بتدي أريحية للاتنين فول باكس أن هما إداروا تيروا زي ما هما عايزين وما يتلعبش في ظهرهم زي ما شفنا مثلا فريرة الشوت الثاني لعب شكل وركز على المساحات خلف محمد هيني وخلف علي معلول وقدر يعتمد على القراط العرضية والاختراقات وشفنا فرق الصراعات قدر بيها نادي الزمالك يجيب هدفين في الخضام أقل من ربع ساعة فبالتالي واضحة أنها صغرة عندنا وفي فرق كتيرة لعب تورا وبالتالي أنا بجيب الهيستري بتاعنا في الموسم ده بلاي أن أفضل فترة لنا في الموسم هي البداية لما كنا بنلعب ثلاثة أربعة ثلاثة البعض يقولي طبعا يا كليم خلي بلاي في بعض الأحيان عدم وجود حمد فتحي والسولية والأليو ديانج مع بعض بيخلي مدير الفني يبقى خايف أن هو يلعب بيها لأنه هو بيحتاج حمد فتحي لأنه هو التالت وكريم متولي بصدر النهاردة نحن مع وجود بدري بنون وعودة الحمد لله محمود متولي نقدر نلعب الثلاثة أربعة ثلاثة وممكن نستعرض بالزبط دي في وجهة نظر الشخصية التشكيل الأمثل ليا كريم سعيد بكرة محمد الشنياو خلاف نوحارس مرمى ثلاثة في الخلف ربيعة بنون وياسر على الجابهة اليوم باتفق جدا جدا مع ثابت أنه ندي كريم فؤاد فرصة ومساحة أنه يبدأ خصوناف في المطشلات الاعتمادنا عليه فيها فعلا كان ممتاز جدا جدا على الشمال محمود وحيد في نص الملعب باتفق مع ثابت في الاعتماد على السلية وكوكا لأنه كوكا بيرعب دور ستة بشكل كويس وأفشة على الجابهة اليسرى ويقدر طبعا في الطريقة دي براحة بيرسيتاو وراحة أفشة أنه هما يضموا جوه ليه؟ ببساطة أنه يبكرين فؤاد ومحمود وحيد على طول طيرين وكمان في نفس الوقت مش خايفين من ظهرهم لأن ربيعة وياسر هيبقوا مؤمنين الأطراق ده فوجة نظر الشخصية ثلاثة أربعة ثلاثة هي الطريقة الوحيد لنا عشان نقدر ما نكررش نفس الأخطاء اللي عملناها في التلت الأخير من الدوري السنة اللي فاتت وبالتالي ضاع اللقب السنة اللي فاتت ده تشكيل دكتور أحمد سابد ده تشكيل دكتور كريم سعيد وغدا هنشوف تشكيل كابتن سامي أمصان هيبقى عامل إزاي زي ما حضراتكم عارفين المباراة بكرة إن شاء الله على الهواء مباشرة قبل المباراة بساعتين يعني بيكون مع حضراتكم للستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي مع النجم الكبير كابتن أيمان شوقي والمحللين الكبار اللي موجودين معاه دايما في قناة النادي الأهلي بشكركم شكرا جزيلا دكتور أحمد بشكرك الكريم على وجودك معنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة بكرة وإن شاء الله ربنا يكرمنا بالثلاثة نقاط وبعد كده بقى نبقى نتكلم ولي كل حدث حديث بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وإن شاء الله شوف حضراتكم على خير شكرا جزيلا